السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف كنتم من يلقاكم هذا الفيديو بخير على خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله تنشكركم أخواتي شكر كبير بزف بزف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم أخواتي كما كتلاحظوا معياني ومن شاء الله غدا نشارك معكم هالطلبية اللي فيها مجموعة من الكيكات إن شاء الله تجربوهم بصحة والرحة وينالوا إعجابكم ولكنتوا أخواتي أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد في القناة واندزوا دب المكونات وطريقة تحضير الوصفة فخديوكم معي بإذن الله إذن غنبدأوا على بركة الله بالكيكة الأولى فعندي ربعة ديال حبة ديال البيت ضيفها لمشوية ديال الملح عندي كاس ديال العنبة للسكر ما يعدين 150 جرام كاس ديال العنبة للزيت ما يعدين 150 جرام أيضا ضانون بنكهة الموز أو لنكهة الباني ثلاثة ديال الخمارات وزن الكيس لواحد 8 جرام كيس من سكر الباني قشرة ديال برتقالة محكوكة عندي كاس ديال العنبة عمر مزيان مخلط ما بين اللوز والقرقاء اللوز والقرقاء يكونوا غش ويمصى هذين في الفران وكان حاولوا مننيله ومش حتي وليو بودر بحين من جوج كيسان حتى الجوج كيسان ونصف ما غدا نشتفوتوا هذ القياس هذا ونطلقى بكم شاء الله في المرحلة التالي فنبدأوا على بركة الله نأخذ الإناء غدا نوضع فيه ربعة ديال الحبة ديال البيض شوية ديال الملحة كاس ديال العنبة ديال السكر الخشين مايو عادي 150 جرام كيس من سكر الفاني ونطربوا البيض بشكل عادي نبدأوا بسرعة منخفض في الطراب ومن بعد نزيدوا في سرعة الطراب غيبة لنا الحجم ديال البيض الضعف لون ديال البيض تبدل صفيك نحبزه لان البيض إلا تطربناه كتر من القياس لان البيض إلا تطربناه كتر من القياس فارا غادي يكون طاب وبالتالي الكيك ما غديش يطلع عنا الفران وحتى إلا طلعوش بدنا الكيك من الفران غادي ينزل كما كتلاحظو معايا غير تبدل لون ديال البيض صفيك نبدأ نزيد في الزيت كاس ديال العنبة مايو عادي 150 جرام على دفوعات متتالية حتى الخمسة ديال الدفوعات يكون أحسن باش ما ننزلوش هاد البيض هاد الي طلعنا من بعد غدا نضيف علبة ديال ضانون بنكهة الباني او لنكهة الموز فهو كيك عادي كما لاحظو معايا ولكن الإضافة ديال لوزو القرقاع كتتعطيل هاد الكيك هاد واحد المضاق المميز بشكل كبير بزفزف يعني حتى مني تناكلوها تنحسو انه ماشي كيك عادي بالإضافة ديال لوزو القرقاع وحتى هاد الكيك هادا كيجي من الداخل بحلي ديران فيه الشكلات يعني كيجي منقط بالقرقاع هو اللي بحلي كيك وهناك ما لاحظو معايا كنطربو من زيان بهذا الشكل هادا سوف ناخد الطحين تنغرب ثلاثة ديال الخمالات الحلوة ما يعادل ثمانية جرام في الكيس الواحد ضفت هنا قشور ديال برتقالة محكوكة ولا قشور ديال ليمونة حامضة وكان بقى نضيف الطحين بالمع القبل مع القط طريقة اللي كان ختم بها دائما هي هادي فضفت هنا لوزو القرقاع بهاد الشكل هادا يكونوا غيم صهدين في الفران ومنيلوه مش حتي يولي وفودر فكان بقى نضيف الطحين بحال هاكا بهاد الشكل هادا حتى نكمل الكيمية كل هالي عندي ديال الطحين ونخدم الطراب الكهربائي واحد دقيقة باش نتأكد باللي المكونات كلها راه ندامجت مزيان والطحين ضروري ضروري ما نغرب له هو الخمالات باش ميبقاش انه في الكيك طحين يعني كوايرات هذا هو سبب كيخلينا الكيك ما يطلعش النم زيان في الفران ولا يطلع وينزل من ينخرجوا هاد الكيك هادا من الفران انخدم معكم شاء الله ف هاد المولات هادو فهو ما صراحة زوينين بزف بزف الخدماغي هو واحد النقطة ما ندهنوش نهائيا هاد المولات هادو بالزبدال او لرشوهم بالطحين لانهم ما تلسقوش الى ادهناهم فمني كتكون الكيك طالعا ما كتكونش غدا طالعا العجينة ديال الكيك مع جناب ديال المول انما كتجمع جنابتي تجمعوا هادا هو اللي بغيت نوصل لكم فما تدهنوش نهائيا وحاولوا تهزو يديكم الفوق بالزر باش تجينا الكيك طالعا وكنحاولوا نضربوا المول على سطح العمل بهذا الشكل هادا باش ما يبقاش ندنا الفراغات في التدراج ديال هاد المول هادا ونطلقى بكم شاء الله بعد ما كيطيب هاد الكيك هادا فخليوكم معي بإذن الله فتنقلبوا الكيكا هذا هو الشكل ديال الكيك فالفران درجة حرار متوسطة والفران تكون سخون من قبل صافي ونطلقى بكم شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فبالنسبة كيك تاني كيك ديال الاناناس صراحة اكتر من رائع عندي مية وخمسين جرام ديال الدقيق يكون نوعية جيدة مية وخمسين جرام ديال الزبدة من أصل حيواني مية وخمسين جرام ديال السكر عندي ثلاثة ديال الحبات ديال البيض كيس من سكر الفاني جوج اكياس من الخميرة ديال لحلويات مجموع الخميرة ديال الحلويات هو 16 غرام وعندي علبة من ضنون بنكهة الموز او لنكهة الفاني غنحتاج ان شاء الله بالكراميل كاس ديال العنبا للسكر معي وعدين مية وخمسين غرام وعندي جوج معالق كبار عمرين زيان ديال الماء فنوجد ان شاء الله الكراميل ونوضع الكراميل في المور اللي نوضع فيه لكيك ونطلقى بكم شاء الله اخواتي في المرحلة التالية سوف نضع السكر 150 جرام وضع جوج مع الكبار العمرين مزيدا على السكر ونضع السكر فوق النار منقوصا مزيدا ونحركه في السكر كراميل يجب ان يجب الكراميل يتحرك سوف نضع السكر في المرحلة التارية كما تلاحظوا معي نضع السكر فوق النار سوف نضع السكر سوف نضع السكر كراميل ومباشرة من فوق النار سوف نضع السكر النار سوف نضع السكر كراميل في المرحلة التالية. فخليكم معي باذن الله. فهاد المرحلة هدي خديث الدوائر دي الاناناس اللي كنخليهم يتسقطهم زيان. اناناس معلب في العلبة بقولية منها جوج دي القطاع فقط. فكنحاول نستفو الدورة ديال الاناناس بهذا الشكل هذا. صافيك نحطو هاد المول على جنب وان شاء الله ندوزو المرحلة التالية باش نوجدو الكيك. فخليكم معي باذن الله. فخليت اينا اوضعت فيه الزبدة من الاحسن تكون بحرارة للمطبخ باش كيسهل علينا انها تخدمني نضغياء هاد الزبدة هدي مع السكر وسكر الباني فكنطرب هاد الزبدة هدي بهذا الشكل هدا وكان اعتدر منكم على ان الفيديو كان تقطع لي وانا كان ضيف البيض في البيض ثلاث هذه البيضات ضفتهم بالوحدة بالوحدة هنا اه فين كيس حاب لي ان الفيديو را انطلق لقيت ان الفيديو مقطع فسبحوا لي بزاف بزاف ضفت هنا يا علبة من ضانون وغدا نستمر في الخفق ومن بعد غدا نزيد الطحين اللي ضيف عليه جوج خمالات اللي يكونوا مغرب لينهما والطحين ضروري وكان بقاو نضيفو في الطحين بالمعلقة بالمعلقة حتى نكمل كمية كلها اللي عندي بهذا الشكل هدا كيما كتلاحظو معي غدا نخدم بالطراب اللي يدوي باش ما يبقى شيطر لنا الطحين بهذا الشكل هدا ونستمر ان شاء الله حتى نكمل كمية كلها اللي عندي ونطلق بكم اخواتي في المرحلة التالية فخليكم معي باذن الله فبعد ما ضفت الكمية اللي ما زانا عندي ديال طحين غدا ناخد طراب الكهربائي ونخدم واحد دقيقة كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون منساجم بهذا الشكل هدا صافي وغدا ناخد المول وكنكبو هاد الخليط هدا فوق آآ دوائر ديال الاناناس فخليوكم معي بإذن الله فهنا كما كتلاحظو معي خديت الخليط وكنكبو فوق الدوائر ديال الاناناس غي هو ضروري ما تنضربو المول فوق سطح العمل باش كينزلينا آآ الخليط في الدوائر ديال الاناناس وندخلو هاد الكيك هداي طيب على درجة حرارة تكون منقوصة باش ما يتحرقش من الكراميل آآ ضغياتي طيب ما تياخدش وقت طويل وانتلقى بكم ان شاء الله في المرحلة التالية بإذن الله فبالنسبة للبسبوسة كجي اكتر اكتر من رائعة ان شاء الله نجربوها بصحة والراحة عندي في المكونات كما كتلاحظو معي كاس ديال العنبة ديال السكر ما يعادل مئة وخمسين جرام كاس ديال العنبة ديال الحليب كاس ديال العنبة ديال الزيت ما يعدل مئة وخمسين جرام نصف كاس ديال العنبة ديال الدقيق الكاس ديال يوزن 100 جرام دقيق وعندي جوج كيسان ونصف ديل العنبة ديل السميدة الرقيقة ثلاثة ديل حبات ديل البيض قشرة ديل الليمونة حامضة آآ خميرة ديل الحلويات وعندي سكر الفاني وناخد المول تندهن هو الأول بالزبدة وترشو المول بالطحين عفون بسميدة رقيقة نحطوها لجن بعده ان شاء الله نوجده في البسبوسة وقبل كن وجدنا السيرو فخليكم معي بإذن الله فهذه البسبوسة هذي كتجي صراحة قيمة قيمة في الروعة ان شاء الله تجربوها تبقى مهتمدة عندكم اضفت هنا يا البيض مع السكر الباني السكر العادي وكنت طربوه بالطريقة المعروفة بحالي غنصيبو الكيك بحالي البسبوسة بالنسبة للسيرو غنهضر لكم على السيرو اللي غنسقي به البسبوسة في الأخير فاخديت كاس ديل العصير البرتقال كاس ديل العنبة مع نصف كاس عنبه ديل السكر ووضعتهم فوق النار حتى كيبالي السيرو أطقال صافي كان نحيد السيرو من فوق النار وكان وضعه في تلاجه يبرد لان البسبوسة خاصة تكون سخونة وتصيره يكون لنا برد مخش السيرو يكون سخونة لانها غدا تعجل لنا البسبوسة نضيف السوائل على البيض والسكر بهذا الشكل هذا على الدفوعات متترية كيف الكيك ونضيفه الزيت والحليب غدا ناخد القشور ديل ليمونة حامضة او البرتقالة ضفت هنا يعلى السميدة نصف كاس ديل الدقيق الأبيض ما يعادي لخمسين جرام وندمج المكونات مع بعضها مزيان ونسيت ما ضفتش الخميرة فغنضيفها في هات المرحلة هذي نغرب لها ونضيفها مع السميدة والدقيق الأبيض ونستمر بهالطريقة هذي حتى نكمل الكمية كلها بالنسبة لي انا كانوا عندي الكيكات طابو قبل فالفران كان عندي شوية سخون فغندخل مباشرة هاد المسبوسة هذي للفران على درجة حالها تكون متوسطة ما تكونش منجهدة بزاف فهدغيات الطيب ما كتاخدش نهائيا وقت طويل ونكمل الكمية ان شاء الله اللي عندي ونطلقى بكم اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي باذني الله فغدا نكب هذي الخليط هذي في المقلة اللي كتكون تقيلة اولا اي مون عندنا ممكن انا نخدمه به ثلاثين سنتيم وحدة ثلاثين سنتيم مزيانة سوف ندخل هذي البسبوسة هذي الطيب على درجة حالها متوسطة ونطلقى بكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي باذني الله فكما كتلاحظوا معي هذا هو السيرو اللي غدا نسقي به البسبوسة وهي ما زالها سخونة علش خليتنا البسبوسة في المقلة وسقيتها وغدا نزيل وجه ديال البسبوسة عدا نقلبها على وجهها بالتالي ما غداش تبشيري هذ القشرة الى قلبت البسبوسة في حال هكا وعاودت قلبتها في اللي غدا نصيب فيه الكوموند فغلقى هذ القشرة كلها بشات وبالتالي ما كتجيش مزيانة كنا يعني انا نقلبوها في التبصيل ديال التقديم فممكن اننا نقلب البسبوسة على الجهة الخرى ونسقيوها ونزينوها على حسب الرغبة فغدا نحاولو نوزع هذي السيرو هذا مزيان بهذا الشكل هذا وكنسينو حتى كتشرب لنا البسبوسة السيرو مزيان عاد كنزينو البسبوسة باش مبغينا ونطلقى بكم اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فهنا البسبوسة غدا نحاول آآ نزينها بالكوك او لجوز الهند في الوجه ديالها ومن بعد غدا نقلب البسبوسة على الجهة الاخرى هاد الشكل هادا نحاولو نوزع جوز الهند على البسبوسة كاملة صافي هنا راني قلبت البسبوسة فكتجي خفيفة فكيما كطلحتو معيك نحاول آآ نقيس بيدي البسبوسة باش نقرب بكم الخفيفة ديال هاد البسبوسة هادي كيف كتجي ونطلقى بكم بالشكل نهائي فانتبقى اخواتي هذا هو الشكل نهائي ديال الطلبية اللي شاركت معكم اليوم بالنسبة لهاد القريصات هادوفة السبق ونزلتهم معكم في القناة نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف هانا مزينهم بالزرعه القرعه والزرعه العادية والشوفان والكيكا كتجيب هاد الشكل هادا وكتجيب طالعه وكتجيب من الداخل هاد الكيكا هادي لان القرقاع يعطيها اللون و تجيب النينة و معلكة في نفس الوقت هذه الكيكة الاناناس فزينت هذه القنيطة باللوز إفلي و هذا الكعك الذي سبقه و نزلته معكم في القناة سوف نجعلكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف في يجي هذا الكعك هذا الشيش على واحد درجة كبيرة هذه البسبوسة حاولت نزينها هنا بشوية الورد بلدي و نتمنى اخواتي يكون هذا الفيديو هذا نال اعجابكم و نشكركم شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم و على التشجيع ديالكم و على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم اخواتي و اي حاجة ما وضح حجم مزيان ما مشروح حجم مزيان خليوا لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم عليها بإذن الله و مبقى لي إلا نقول لكم تلو فراتكم بزاف بزاف و إلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اشتركوا في القناة